فن البونزاي وقول للناس اللي قاعدة يعني تنزل فيديوهات وتكلم انه هذي فن وانا نسبي وانا اسوي اللي عبيه لا لانه هذي فن لا عصوله ولا قصص ولا عراقته وفيه لا قواعد فمن القواعد المهمة اللي راح نتكلم عنها اليوم اللي هي الاشكال الموجودة وطبعا هذي كلها اشكال مأخوذة من خلنا نقول طريقة نمو الاشجار في الطبيعة فالانسان يحاول انه يعيد تشكيل هذه الاشجار الصغيرة انها تشابه الاشجار الكبيرة في الطبيعة ففيه اشكال متعارف عليها وهي الاسس خلنا نقول او القواعد الثابتة في فن البونزاي فراح نبتدي بالاشكال الاساسية عندنا طبعا اول شكل اللي هو الفورمال ابرايت وهذي عندكم نموذج من طريقة نمو الفورمال ابرايت او الشجرة اللي جذعها مستقيم هذي تشابه الاشجار اللي تنمو في الغابة اللي تكون في منطقة مستوية ما تكون جبلية او كذا فتنمو بشكل مستقيم الى الشمس فهذي يكون شكل او احد الاشكال اللي ممكن نشكل اشجارنا عليها اللي هو الفورمال ابرايت او المستقيم نلاحظ ان هني في ان هذي الساق يكون مستقيم ما في اي تعرجات وما في اي انحناءات يكون مستقيم النوع الثاني اللي ممكن نشكل اشجارنا عليه اللي هو الفورمال ابرايت او الشبه مستقيم مثل هذي طبعا عموما الساق متجه الى الاعلى ولكن في شوي تعرجات وهو يصعد الى الاعلى هذي شوي يمثل الشجرة اللي في الطبيعة واجهت مشاكل وصعوبات من انكسار وبعدين تريد توجه نمو وتنحني والتشكل فهذي شكل ينوجد في الطبيعة ولكن يبين الصعوبات اللي مرت فيها الشجرة مع الوقت ومع الاسنين هذي شوي تكون اجرب الى خلنا نقول يعني اساس الجبل ما تكون فوق في الجبل ولكن ما تكون في مكان جدا مستوي شوي اقرب الى الجبل النوع الثالث او الشكل الثالث اللي ممكن نشكل اشجارنا عليه اللي هو السلانتينج ستايل او الشكل اللي الساق يكون فيه منحني الى اتجاه معين وهذا يحصل ايضا لما نبتدي نصعد ساق او اساس الجبل الاشجار اللي تكون في اسفل الجبل شوي تاخذ شكل منحني الى الاعلى لانها تبتوصل للشمس فهني شوي الساق يكون منحني ولو انه مستقيم الى حد ما يكون منحني يعني ما يكون بهذه الزاوية يكون فيه انحناء ويتشكل بهذه الشكل طبعا هني فيه شوي حرية انه يكون مئة بالمئة مستقيم او يكون فيه تحركات ولكن الساق عموما ما اخذ زاوية من الارض فهذه هو السلانتينج ستايل او الشكل المنحني في عندنا ايضا من الاشكال اللي موجودة اللي اخوة يسمونها الويند سوابت او الشجرة اللي يعني ميلتها الرياح بسبب انها تكون على رأس الجبل والرياح تدفعها باستمرار فالشجرة تنمو بشكل مايل بسبب ان الهوى دايما يضغط الاغصان فالاغصان تنمو بهذه الشكل المتموج مع الهوى فهذه ايضا من الاشكال اللي ممكن نسويها اللي هو الويند سوابت او الشجرة اللي دفعها الهوى في عندنا ايضا من الاشكال اللي ممكن نشكلها اللي هو السمي كاسكيد او اللي هو الشجرة اللي تكون مدالية ولكن سمي كاسكيد اللي هو المقصود في انها شبح مدالية وهذه من اساسياته انه انزل نقطة في الشجرة من النزول ما تتعدى حد الاصيص تكون نازلة الى مستوى حد الاصيص ما تنزل اكثر من حد الاصيص فهذه ايهي السمي كاسكيد او الشبح متدالية النوع اللي جدا جميل لما يتقن اللي هو الفول كاسكيد او الكاسكيد او الشجرة اللي تكون متدالية بالكامل وهذه اساسه انه يكون فيه راس واغلب الشجرة نازل ومتعدي حد الاصيص ونازل اكثر فعادة فيه اشكال ممكن نبحث عنها في النات نشوف الشجرة نازلة عن الاصيص بكثير وهذه عادة يمثل الاشجار اللي تنمو في جهة من الجبل فالجاذبية تسحب الاغصان الى الاسفل وتكون بهذه الشكل فهذه ايضا اشكال طبيعية ومثل ما قلت لانه بسبب اختلاف البيئة والطبيعة يمكن احنا في الخليج ما نشوفها بهذه الشكل لانه يعني ما عندنا غابات في الجبال وكذا ولكن في دول ثانية هذه موجود هذه الشكل وهذه الاستال وانا اشوفها من الاشكال الجميلة جدا وهذه من الاشكال اللي نحتاج نضيف واير ونشكل ونوعا ما شوي نجبر الشجيرة انه تنمو بهذه الشكل من الاشكال ايضا اللي ممكن احنا نشكل اشجارنا عليها اللي هي التون ترنك او الشجرة اللي فيها ساقين يعني من نقطة واحدة في كأنه جذعين نامين من نقطة واحدة هذي النوع من التشكيل الساق يكون شبه مستقيم عادة يكون فيه ولكن في بعض الفنانين اللي وصلوا مراحل عالية من الاحتراف يستخدمون هذي التون ترنك او الساق المزدوج في تشكيل شوي مختلف وهذه يعني من الاساليب المتطورة جدا ولكن مثل ما قلت الساقين المزدوجين او التون ترنك من الاشكال اللي موجودة ايضا عندنا ايضا من الاشكال اللي ممكن احنا نسويها اللي هي الغابة او الفورست تكون فيه عادة صحن او اصيص يكون يعني رفيع ولكن عريض وتكون فيه اشجار كثيرة على اساس اللي يشوفوا التشكيل او الاشجار بهذه الشكل تبين لك عنها غابة مصغرة من الاشجار طبعا نحني الاشجار ممكن يكون مستقيمة informal upright او slanting او كده يعتمد ولكن عادة احنا لما نقول forest style تكون عادة اقرب للاستقامة style مشابه للغابة او forest pinging اللي هو الraft او اللي هو يعني لو ترجمناها حرفيا تكون عادة القارب او يعني القارب المسطح اللي هو ينمو الساق وبعدين ننزل الساق على الارض ونخلي الاغصان منه تنمو كأنها شجرة يعني بسبب العوامل سقطت الى الارض وبدت تنمو منها اغصان وهذه الاغصان صايرة كأنها شجيرات او اشجار فهذه ايضا تنحط في صحن او اصيص يكون شوي اه طويل الى حد ما ويكون شوي رفيع ما يكون غزير من الاشكال ايضا المستقيمة اللي عادة تكون شجرة واحدة اللي هو البروم style مثل ما احنا شايفين فيكون راس الشجرة كأنه راس مكنسة فلهذه السبب يسمونه بروم لانه يعني تشبيها بالمكنسة فيكون راسل او يعني غطاء الشجرة يكون كأنه مكنسة يعني بالمقلوب فتكون ماخذة شكل مكنسة فهذه يسمونه البروم style من الاشكال ايضا اللي جدا جميلة وتحتاج صبر وتحتاج شغل على مدى السنين علشان نطور هذي الشكل اللي هي root over rock اللي هي الجذور اللي تنمو فوق الصخرة مثل ما احنا شايفين في الصورة لان هذي تاخذ وقت ان احنا ننمي الشجيرة بعدين نشيلها ونربطها على حصاء او حجر ونلفها ونربط الجذور عليها عشان تنمو فيها بشكل تتأسس عليه وندفن دي كلها ومع السنين كل سنة نزيل شوي من التربع عساس نكشف شوي من الجذور والجذور تقوى وتخشب وتاخذ السمك الى ان تتأسس الجذور بقوة وتصير قوية وتمسك الحجر نفسه بعدها ممكن مع الوقت تنكشف وتصير بهذه الشكل شيء ايضا يتبع فيه نفس الاسلوب اللي هو الجذور المكشوفة مثل ما انتو شايفين هذي طبعا نفس الشيء ياخذ سنين طويلة الى ان يطور هذي الاسلوب او الشكل لان نفس الشيء تزرع فيه شيء عميق وسنويا شوي شوي نبتدي نزيل من التربع ان نكشف الجذور ونخليها تخشب وتقوى تطورها على مدى السنين الطويلة من الاساليب اللي تعتبر من الاساليب الاحترافية جدا اللي لما الشخص يحترف او يوصل مرحلة من التمكن خلنا نقول ما نقول احتراف نقول مرحلة من التمكن من الفن هذي انه يقدر يشكل افجار بشكل هذي اللي هي اللي يسمونها الليتراتي الليتراتي تشتهر بان الساق يكون يعني طويل والاقصان تكون فيه قليلة مو بشارط يكون مستقيم يكون فيه تعرجات جذورة قليلة او يكون فيه عصيص صغير ولكن تكون طويلة الشجرة والاقصان فيه قليلة وهذي يعني اسلوب او شكل صعب الوصول له للمبتدئين وحتى اللي يقدراتهم يعني اللي حم ما وصلوا مرحلة من التمكن العالي ان يشكلون الاشجار بهذي الشكل طبعا فيه اشكال ثانية احنا ممكن انتكلم عنها ولكن هذي الاشكال الرئيسية الاساسية اللي حاب ابينها لكم علشان نفهم احنا الشجرة هذي اللي انا راح اشكلها راح اشكلها في اي اتجاه او في اي ستايل انا حاب انه انتهي بهذه الشجرة طبعا مثل ما قلت لكم في الفيديو اللي فات لما طاحت عندي ليش يرى وانكسر للغصن احتمال ان انا احيانا بسبب هذه الظروف او هذه الاشياء اللي تصير او عموما بسبب ان الاغصان قاعدة تنمو بشكل معين احتاج ان اغير من ستايل الى ستايل معين وهذي طبيعي يسوونها حتى المحترفين يسوونها ساعات عندي غصن يموت او جانب من الشيارة كامل يموت فابقى بنص معين فممكن اعكس الشيارة او اسوي اشي ثانية فهذه طبيعي نقدر نسويه وما في اي مشكلة لو سوينا هذي الشي فانا تعمدت ان ابين لكم اسامي هذه الاشكال بالذات بالانجلينزي على اساس اللي حاب يبحث ويشوف صور ويدرسها بشكل مفصل علشان يكون عنده تصور واضح للاشجار اللي راح يشكلها ويشتغل عليها على مدى هذي الاسنين يكون عنده هدف واضح هي مو مسألة اشيلش يروا وقل الجذور شوية وحطها في اسيص اصغر وسلامه عليكم وانتهى الموضوع لا فلازم يكون التصور واضح بالنسبة حق الشجرة وشنو انا حاب ان احصل من هذي الشجرة ووين حاب انتهي او شكل شبه نهائي لهذه الشجرة فلما يكون عندنا هذي التصور الواضح نقدر نشكل اشجارنا بشكل احسن ونفهم الاساسيات شوي اكثر فاتمنى انه استفدتوا من هذه الفيديو خلنا نقول بسيط ولكن اعتبره اساسي لانه لازم نفهم هذه الاشكال الاساسية للبونزاي قبل ان ابتديه نسوي اي شي ونقول بس هذه الاشيارة هي بونزاي وخلاص لازم يكون عندنا هدف واضح اللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شاء الله راح احاول جاوب اسألتكم باسرع وقت ممكن واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اليوم في اماننا